توفي الإعلامي المصري وائل الأبراشي مساء الأحد الماضي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في العام المنصرم الإبراشي إعلامي معروف بتأييده لنظام المصري فرحيله أثار الجدل في مصر عمل الإبراشي صحفيا في جريدة روزيليوسف ثم أصبح رئيس تحرير جريدة صوت الأمة توجه بعد ذلك لبرامج التوك شو بدءا من قناة دريم وصولا إلى القناة التاسعة الرسمية في برنامج التاسعة إلى أن توقف عن العمل بسبب مرضه ولكن السبب وراء الجدل المثار حول وفاة الإبراشي هو مواقفه وتصريحاته الداعمة لنظام المصري وهو ما تذكره البعض له من أكثر تصريحاته جدلا هو مطالبته بالاحتفال بذكرى فضي اعتصام رابعة اعتصام رابعة بدأ في الثامن والعشرين من يونيو حزيران عام 2013 احتجاجا على عزل الرئيس مرسي عندما تجمع الإخوان المسلمون ومؤيدوهم في ميدان رابعة العدوية شرقية القاهرة حتى تم فض الاعتصام في الرابع عشر من أغسطس قدرت الجهات الرسمية أعداد الوفاية بالمئات بينما قالت منظمات حقوقية إن عدد ضحايا رابعة وصل إلى أفقته الجدل على مواقع التواصل اشتعل بسبب فرحة بعض المعارضين للنظام المصري بوفاة الإبراشي بينما انتقد محبو الإبراشي هذه التغريدات جمال سلطان وهو كاتب إسلامي يقول أتفهم ضيق البعض من شماتة كثيرين في وائل الإبراشي وتهاني الجبالي لكن أن يوصف موقف الاثنين بأنه خلاف سياسي هو كذب وتضليل واستهبال موقفهم كان تحريضا على القتل ثم احتفالا بالدم ووائل طالب بجعل مذبحة رابعة عيدا وطنيا ونحتفل به كل عام تهاني الجبالي هي أيضا قاضية مصرية وفيت يوم الأحد أيضا شغلت منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية وكانت من الداعمين للثلاثين من يونيو التي أطاحت بالرئيس مرسي محمد عبد الوهاب يقول هل الشماتة ستقلل أو تغير مما قدمتم من خير وحسنات لا والله فالله العدل الحي الديان أنتم تريدون الترحم على من ظلموا وفتنوا وذلسوا تريدون متاع الدنيا وأنتم ظالمون ويترحم عليكم المظلوم لكي تحصل على نعيم الآخرة قمة الاستخفاف محمد سامي الله يرحمهم ماتوا طبيعي زيهم زي ملايين الناس لكنهم تركوا تاريخا مشريفا وسيرة طيبة اختلف معهم أو اتفق لكنهم تركوا أثرا طيبا محمد الشرباصي يقول الناس وصلت لمرحلة إن اللي بموت بيرتاحوا منه باعتقاد أنه صانع قرار وهو في الآخر متلقي للأوامر لأن ليس هناك متنفس للحرية فهذه النتيجة الحالية ما بين مؤيد ومعارض بكل حروبهم الإعلامية فنتفرق للنهاية المذيء أحمد موسى وعبر عن استيائه من التغريدات الشامتة في وفاة الإبراش ووجه كلمة للشامتين أثناء تغطيته لجنازته ما فيش واحد مسلم عنده هذه الشامتة في واحد مات توفي إلى رحمة الله شامتة غير مسبوقة هم بيكرهوا أي حد يحب مصر شوفوا بيقولك الدر الجاي على أحمد موسى هو أنت أخدت مكان ربنا هو أنت أخدت مكان المولى سبحانه وتعالى عشان تحدد أن أحمد موسى الساعة اللي جاي هو أحمد موسى اللي هيموت داروا الإفتاء التابع علي وزارة الأوقاف المصرية علقت على تلك التغريدات وكاتبت تعليقوا بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة وليس الموت مناسبة للشماتة ولا لتصفية الحسابات بل هو مناسبة للعظة والاعتبار شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها